اشتركوا في القناة ليش؟ شو عمل؟ يا سيدي في يوم الأيام كان رسولنا عم بيجحز نفسه ورجالهم مشان يطلعوا عالشغل أصدق عالغزو؟ ايه ايه هاي مهنة الرسول الأساسية إلى جانب النبوة وين كان الشغل هالمرة؟ كان الشغل عند أهل تابوك دكتور والرسول شجع عقباعه وقال اغزو تابوك تغنموا بنات الأصفر ونساء الروم مين هدول بنات الأصفر؟ بنات الروم الشقروات دكتور هدول كفار ولا مشركين؟ هدول الاثنين سوا دكتور كفار لأنه مسيحيين ومشركين لأنهم بيؤمنوا أن المسيح هو الله ايوى وأحل تابوك اعتدوا عليكم؟ لا لكان لشو بدوا يهاجمهم؟ مش على أساس كل حروب الرسول دفاعا عن النفس؟ طبعا والهجوم خير وسيلة للدفاع وغير هيك الرسول يجاء خبر أن الروم عم بيحضروا حالا حتى يغزوا المسلمين فقال لنفسه وبادرهم قبل ما يبادروني مجرد شكوك وتخمينات بتخليه يهجم على ناس مسالمين؟ مو تخمينات دكتور أكي جبريل خبروا هاد جبريل تابعكم خرب الدنيا ايه؟ وبعدين أخذوا الفتيات الشقروات؟ لا دكتور بس هيك كم واحدة تمشاية حال كيف هيك؟ لأنه الروم استسلموا وأهل الكتاب إذا استسلموا ما بيصير ناخد نسوانهم بس نحط عليهم جزي دكتور بس كل واحد يحمل اسلاح بنقتله نسبي مرته بناته وأولاده خير ما عملوا إنهم استسلموا هيك حفظوا أعراضهم من المتوحشين المفترسين دكتور بدون إهانات رجاءا نحن لا جشعين ولا شهوانيين ولا متوحشين ومش عم نسبي نسوان من أنفسنا يا أخي هاي أوامر الله دكتور طيب طيب مين اللي قال لا تفتني؟ واحد اسمه جد بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجد بن قيس نخذ بني الأصفر ونتخذ منهم سراري ووصفانا وبتعرف شو جاوبوا أليل الأداء؟ شو جاوبوا؟ فقال له يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني؟ وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أذنت لك وهيك نزلت الآية ومنهم من يقول أؤذر لي ولا تفتني هاي مش قلة أدب هاي قمة الأدب لأنه الزلمة عنده نخوي وعارف نقطة الضعف عنده وما بده يشارك في اختصاب النساء دكتور شو اختصاب ما اختصاب؟ السبايا حلال من عند الله الشغلة ما فيها عيب؟ العيب عند أهل العيب ليس بعيب شو المقصد دكتور؟ بتعريفك أنت حلال بتعريف الناس اللي عندها ضمير حي ونخوي وشرف هاي ده اختصاب وقلة أدب دكتور ايه والله كلامك قاسي يا أخي نعمل معك معروف نفسر لك الآيات وبالأخير بتهيننا ايه شو هاد يا